موسيقى تمام العاشرة بتوقيت الجزائر هذه نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية البداية بالحدث بعد هذا الفاصل موسيقى اهلا بكم اعلنت اسبانيا والنرويج وايرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ضمن خطوة ستدخل حيث التنفيذ اعتبارا من 28 ماي وفي تصريح له اتهم رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بن يامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبانه يعرض حل الدولتين للخطر معاكدا ان الشعب الاسباني مسالم وهو ما تظهره احتجاجاته ضد المجازر في غزة من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يونس جارستور ان الهدف من الاعتراف هو اقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا اساسها السلطة الفلسطينية معاكدا ان الحرب في غزة ابرزت جليا ان تحقيق السلام والاستقرار لا بد ان يستند الى حل القضية الفلسطينية بدوره شدد رئيس الوزراء الايرلندي سايمون هاريس على ان الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلا مليئا بالامل والسلام معاكدا انه لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستلاء على الاراضي هذا ورحبت الرئاسة الفلسطينية باعلان اسبانيا النرويج وايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين مثمنة عاليا مساهمتها في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين واكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان قرار هذه الدول يأتي تتويجا لمواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية واتساقا مع مبادئ القانون الدولية التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال كما حثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم خاصة الاوروبية منها على ان تحذو حظو اسبانيا والنرويج وايرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف بها دوليا ابدت نرويج الثلاثة التزامها باعتقال ما يعرف برئيس وزراء الكيان الصهيوني بن يمين نيتنياهو في حالة زيارته للبلد تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية ودعى وزير خارجية النرويج اسبان بارس ايدي جميع الدول الموقعة على مثاق المحكمة الى تصرف وفق قرار الهيئة القضائية الدولية اذا كانت هناك مذكرة اعتقال في حق نيتنياهو وغالنت من محكمة لهاي فسنضطر الى اعتقالهما في حال وصولهما الى البلاد وعلى جميع الدول الموقعة ان تتصرف وفق قرار المحكمة الدولية والنرويج هي الدولة الاولى في اوروبا التي تهدد باعتقالهما استشهد عشر فلسطينيين ليلة ثلاثاء الى الاربعاء في قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي تجمعا لنازحين وسط قطع غزة وقالت مصادر محلية ان عشرة شهداء ارتقوا بينهم طفل ابسر النور لتوه بعد ان وضعته والدته في قصف نفذه الطيران الحربي للاحتلال على تجمع للنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطع غزة وشهدت مناطق مختلفة وسط القطع غارة مكثفة وقصفا عنيفا خلال الايام الماضية خلفت عشرات شهداء والجرحة وفي شمال قطع غزة تم انتشال جثمين ستة شهداء وستة جرحة بعد قصف صاروخي استهدف منزلا لعائلة ابو زايدة في منطقة الفلوجة بمخيم جبالية فيما اشارت مصادر محلية الى ان مدفعية جيش الاحتلال اطلقت عدة قبائف على المنازل في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة اصيب على اثرها عدد من المواطنين جرى نقلهم الى مستشفى المعمداني بالمدينة وبجنوب شرق مدينة غزة شن طيران الحربي للاحتلال غارات على حي الزيتون ما ادى الى سقوط شهدين على الاقل وعدد من الجرحة وفي مدينة رفح جنوب قطع غزة اصيب عدد من الفلسطينيين في غارة استهدفت منزلا لعائلة فرحات في تل سلطان غرب المدينة نقلوا الى المستشفى الكويتي واشارت مصادر محلية الى تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على وسط وشرق مدينة رفح كما اطلقت مسيرات حربية النار على مناطق متفرقة في حي تل سلطان غرب مدينة رفح بينما استهدفت غارات جوية من طائرة حربية اسرائيلية وسط المدينة يصطف ولف والنازحين في طوابرة امام مراكز الجمعيات الخيرية للحصول على الطعام والماء في المواصي برفح جنوب قطاع غزة وفي وقت تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصف مناطق متفرقة من المدينة واغلاق المعابر في وجه المساعدة الانسانية لا في مصاري لا في مياه لا في ولا 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 اشيء في توابير طويلة يقف النازحون في مخيم المواصع لاختلاف اعمارهم للتفرب القليل من الطهام في ظل الجوع الذي يفتك بجنوب القطاع الذي اصبح موطنا لمئات الالاف من العائلات التي فرت من مناطق القصف عنها الربح حرب التجويع التي امعن الاحتلال الصهيوني فيها مستمرة في ظل نقص حاد في المواد الغدائية جراء اغلاق معبري رفح وكرم ابو سالم ومنع وصول المساعدات الغدائية الدولية ما يجبر المتطوعين على تقليل كمية الطعام المقدمة لكل اسرة حتى يتمكنوا من اطعام اكبر عدد ممكن من المحتاجين حاجة الناس الى الطعام المجاني حاجة ملحة جدا بسبب الحصار بسبب الحرب بسبب النزوح بسبب عدم توفر العمل بسبب عدم توفر المساعدات بسبب عدم توفر الاموال اللازمة بسبب عدم توفر الغاز الطهي اليأس الشديد الذي يعيشه الفارون من الموت قصفا يتجلى في مخيمات الناس حين جنوب القطاع خاصة في رفح الذين السائموا النزوح وهم لا يعرفون اين ستكون وجهتهم القادمة رفح جناع خانم السخالتي قالوا الحياة الصعبة أنا في الشيشي رفح بقعنا في كل حاجة أنا على المعلبات عايشين بنجيبهم من الدكية قالوا من الدكية كان من الجوع أو أولاد بنتي هي يوميات النازحين في المخيمات يقضون ساعات طويلة من الانتدار للذفر بشربة ماء أو رغيف خمس وقد يعود بعضهم بإناء فارغ وسط ظروف بالغة القسوة فردتها حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غس أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا ثلاثا عن تعليق توزيع الغذاء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن يأتي هذا القرار بتزامن مع تواصل العدوان على شمال قطاع غزة وجنوبه هذا الشهر ما تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الألف من الفلسطينيين الفارين من ديارهم ومواصلة الاحتلال الصهيوني منع تدفق المساعدات إلى القطاع المحاسر ميدانيا استهدفت المقاومة الفلسطينية دبابة صهيونية من نوع ميركافا ثلاثة باستخدام عبوة شواض والعمل الفدائي وبث الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في حسابه على منصة تيليجرام مشاهد من قصف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة هذا وقصفت المقاومة الفلسطينية تحشدات وآليات صهيونية متوغلة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة وبث الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبر حسابه في تيليجرام مشاهد عن عمليات القصف التي تمت باستخدام قذائف الهاون تواصل قوات الاحتلال الصهيونية عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الثاني أعلى التوالي وفادت مصادر محلية بإصابة شاب من مخيم جنين الأربعاء برصاصة ليرتفع عدد الإصابات منذ أمس إلى أكثر من عشرين بينها إصابات خطيرة بدوره قال مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان وسام بكر إن هناك نقصا حادا في المياه بعد تدمير خط المياه الممتد إلى المستشفى فيما يواصل الاحتلال إطلاق النار على مدخله ودفعت قوات الاحتلال الأربعاء بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في مدينة جنين وداخل مخيمها بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في المنطقة هذا واقترفت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة مروعة رح ضحيتها عشرة وشهداء والمصابين لدى اقتحام مئات الجنود والآليات الصهيونية لمخيم جنين شمال الضفة الغربية ثلاثا في الضفة الغربية المحتلة كما في قطع غزة يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على الشعب الفلسطيني مقترفا المزيد من المجازر المروعة بحق المدنيين لم يسلم من وحشيتها الأطفال والأطباء ما يزيد عن سبعة شهداء وخمسة عشر مصابا حصيلة نولية للمذبحة الصهيونية المتواصلة في مخيم جنين منذ فجر الثلاثاء من بينهم طفلاني وطبيب وأستاذ وعدد من طلبة المدهس أنه دخول لقوات خاصة بشكل مفاجئ بدون علم حدا وصاروا يطلقوا النار على أي جسم متحرك في الشوارع يعني إذا لاحظوا دكتور استشهد أسادة مدارس قلاب مدارس هاي الشهداء في عنا مناطق الإصابات في الأجساد كانت متركزة في منطقة الفخد والصدر والرأس طبعا كل شيء كان يتحرك كان يتم استهدافه وحتى مركبات الإصعاف زي ما شفتم أمعنى الكيان في إبادته فعمد إلى حصار مستشفيات جنين ومنع المسعفين من الوصول إلى مواقع المصابين عبر رشر فرق من القناصة الذين استهدفوا بالرصاص الحي كل من يتحرك بالمخيم ومحيطه بما في ذلك طواقم الصحفيين طلعت من البيت أنا وابلي طبعا ضبط الإصعاف اللي معاي فيه كانت صيارة إصعاف في الموقع تعملت مع إصابة بدنا نتحول على المنطقة الثانية اللي تبلغتنا عنها الصبية مشان نتعامل مع الإصابات لأنه تم طلاق الرصاص علينا بشكل مباشر ومنعونا من الوصول إلى الإصابات الإصابات ضل الملكات في الشارع ما يقار بنصف ساعة أو أكثر الاشتياح الصيوني للمخيم الذي جند له الكيان مئات الجنود والآليات لقي مقاومة شديدة من كتائب المقاومة الفلسطينية ما دفع الاحتلال إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية في جنين بالجرافات استشهاد أكثر من خمسمائة واثنى عشر شهيداً في محافظات الضفة الغربية المحتلة لوحدها منذ السابع من أكتوبر الماضي يؤكد حقيقةً أن الكيان الصهيوني المتعطش للدماء لا يبحث عن أعتار لإبادة الفلسطينيين وأن الرد الوحيد على جرائمه لا يكون إلا بالمقاومة ومزيد من الصمود لا إله إلا الله دانا الأمين والعام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ثلثاء العدوان الصهيوني على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة وحذر أبو الغيط حسب بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يهدد بانفجار كامل خاصة في ضوء الهجمات والانتهاكات الصهيونية المتواصلة منذ أشهر والتي كان من نتيجتها سقوط آلاف الشهداء والجرحى والأسرة إن التحركات العالمية بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية لم تؤدي حتى الآن إلى ردع الإجرام الصهيوني أو وقف المذبح المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر في غزة اشتياح جنين وغيرها من مدن وبلدات الضفة الغربية يكشف على نحو فاضح مخططات الاحتلال الصهيوني التي لا علاقة لها بالسابع من أكتوبر وإنما الهدف هو ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم عبر ممارسة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي دبلوماسيا طالبت الجزائر مجلس الأمن الدولي بإفادة بعثة تحقيق دولية لتقص الحقائق وضمان مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها في قطع غزة جاء ذلك في مدخلة الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم جواوي خلال الجلسة المفتوحة والتي عقدها مجلس الأمن بطلب من الجزائر وسلوفينيا حول تطورات الأوضاع برفح جنوب قطع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الكيان الصهيوني ينفذ عملية إبادة جماعية في قطع غزة قد تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والمزيد من الجرائم الجماعية على ضوء مناخ الإفلات من العقاب السائد آن الأوان للمجتمع الدولي أن الأوان لمجلس الأمن أن يوقف الأعمال العدائية وأن يؤسس لبعتة تحقيق دولية لتقصي الحقائق ولضمان المساءلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي الأربعاء صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه بينهم وزير والخارجية حسين أمير عبداللهيان وتجمعت حشود في جامعة طهران ومحيطها حيث أما المرشد الأعلى الصلاة أعلى الجثامين فيما انطلقت صباح الأربعاء مراسم تشيع وتوديع القادة والمسؤولين الإيرانيين بحضور عدد كبير من أهالي طهران وقادة أمنيين وكبار المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى قادة ومسؤولين ممثلين لعديد الدول وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء اللهم بتكليف من رئيسي الجزائري عبدالمجيد تبون حل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي بالعاصمة الإيرانية طهران من أجل المشاركة في تشيع جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموني بمعاية سفير الجزائر لدى إيران علي عروج وفق ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني الجزائري الذي أضاف أن وفدا برلمانيا يرافق بوغالي في هذه المهمة إلى جانب وزير المجاهدين العيدربيغة أجرى وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف مساء ثلاثة مكالمة هاتفية مع وزير شؤون الخارجية الإيرانية المكلف علي باقري كاني كني بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الوزير عطاف جدد تعازي الجزائر للجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلما أعرب عن ذلك الرئيس عبد المجيد تابون في رسالة الموساة التي بعث بها على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان المصدر ذاته أضاف أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف استذكر خصال الفقيد حسين أمير عبد اللهيان وما جمعهما من عمل حثيث وتشاور وثيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية ونصرة قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مؤكدا استعداده لمواصلة العمل مع المسؤول الجديد للديبلوماسية الإيرانية على ذات النهج بغية الرقي بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب تستجيب لتطلعات وطموحات البلدين والشعبين انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران محمد علي موحد كرماني الثلاثاء رئيسا للمجلس الذي يتولى اختيار قيادتي البلاد وذلك بأغلبية خمسة وخمسين صوتا لمدة عامين وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن مراسم افتتاح الدورات السادسة لمجلس خبراء القيادة جرت بحضور محمد مخبران نائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي أول أمس الأحد في حادث تحطم مروحية كان على متنها يذكر أن مجلس خبراء القيادة التي يتكون من ثمانية وثمانين عضوا هو من ضمن مؤسسات الحكم في إيران مهمته الأساسية اختيار قيادات البلاد ومراقبة آدائها أجراء قيادات البلاد ومراقبة آدائها وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف مساء ثلاثة مكالمة هاتفية مع نظيره البرتغالي باولو رانجل بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الوزير عطاف جدد بهذه المناسبة التعبير عن تهانيه لنظيره البرتغالي على تعيينه مؤخرا مؤخرا على رأس دبلوماسية بلده صديق واستعرض معه الاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تندرج في إطار تجسيد مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى البرتغال العام الماضي وما أبفته من زخم وحركية على العلاقات بين البلدين المصدر ذاته أضاف أن الوزيرين تبادل الرؤى وتحاليل بخصوص المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطع غزة حيث أعرب الوزير عطاف عن تقدير الجزائري للموقف المشرف أو المشرف للجمهورية البرتغالية من القضية الفلسطينية اختتمت بعد ظهري الثلاثة أشغال اللقاء الذي جمع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون برواسايا الحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة اللقاء الذي جرى في المركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية عرف إلقاء رؤسايا الحزاب مدخلات تضمنت آراءهم وانشغالاتهم ومقترحاتهم حول العديد من القضايا الوطنية قبل الاستماع إلى رد الرئيس الجزائري على هذه المدخلات ويندرج اللقاء الذي شارك فيه 27 حزبا سياسيا في إطار تجسيد التزام الرئيس الجزائري بتكريس سنة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية تجسيدا للديمقراطية التشاركية ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون عدة قضايا وطنية وإقليمية ودولية راهنة وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد تم اللقاء الذي شارك فيه رؤساء 27 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة في جو من الحوار الصريح والبناء حيث استمع الرئيس تابون ورد على تدخلات رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة كما حضر اللقاء الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر الوزير الأول نذير العرباوي ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام كل واحد عبر عن رأيه كل واحد عنده أولوياته احنا فيما يخصنا طرحنا الانشغالات اللي نعتبرها يعني اشياء مستحجلة تتطلب التكفل علاقة بتهديئة الوضع بتوفير المناخ السياسي والاجتماعي الذي يسمح للشعب الجزائري انه يمارس سياته في نفس الوقت بطبعة الحال احنا بدينا بالقضية الفلسطينية بالأوضاع في غزة بالحرب الإبادة على غزة ودور الدولة ودور الشعب في إسناد غزة لأن الكيان الصهيوني بدعم من وكلاءه خاصة الوكيل الإماراتي عاملين مؤامرات ضد بلادنا ضد استقرار بلادنا ضد كل منطقة الجعزعد كل منطقة المغرب والساحل وبالتالي التصدي لهذه المؤامرات التي لا يمكن أن نفصلها عن نصرة الشعب الفلسطيني أولا تلقينا طبيعة الحال بارتياح كبير الدعوة اللي بادر بها سيد الرئيس الجمهورية لعاقب دقاء التشاوري هو غير مسبوق مع الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية عشية استحقاقات سياسية وانتخابية هامة تناقشنا كما وارد في جدو الأعمال حول القضايا ذات الشأن الوطني وكذلك حول القضايا الإقليمية والدولية وترك المجال المفتوح لنا كأحزاب سياسية باش نعبر على انشغالاتنا وكذلك شغالات المواطنين فطرحنا بطبيعة الحال رؤيتنا لمسألة إعادة الاعتبار للعمل السياسي كأحزاب سياسية يجب أن نعود إلى تنشيط الساحة إلى تأطير المواطني نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر